بالحقيقة الحديث مازال مستمر عن ضحايا الحادث الأليم حادث الكوارث الطبيعية أو الناجم عن الكوارث الطبيعية سواء كان في المغرب أو في ليبيا لأن الكل بيتابع تدعيات زلزال المغرب اللي ارتفعت في حصيلة الضحايا لما يقرب من 3000 متوفتي وكمان الأثار التدميرية للعصفة دانيال في ليبيا واللي نتج عنها خسائر كبيرة جدا وخسائر مؤلمة ومفجعة وكمان فقدان العديد من الأرواح والممتلكات وتسبب أيضا هذا الأثار في تدمير لبعض المدن وإعلان درنا مدينة منكوبة تعزين الحرة وقلوبنا ودعوتنا مع الأشقاء في ليبيا والمغرب لتجاوز تدعيات هذه الكوارث الإنسانية كل تأكيد يا أحمد قلوبنا معهم وتمانياتنا أيضا المصابين بالشفاء العاجل كل تأكيد مصر أعلنت أمس الحداد ثلاث أيام تضمونا مع الأشقاء في المغرب وليبيا وسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوا وبحرا للأشقاء في ليبيا والمغرب يعني الحقيقة أن مصر دائما ما بتكون في الصفوف الأولى لمساعدة أشقاءها في الكوارث والأزمات وهو دور الدول العربية أنها تقف جنبها أو جنب بعضها البعض والدولة المصرية بتضع انتماءها العربي وسلامة الأشقاء في مقدمة اهتمامتها بكل تأكيد وفي قمة أولويتها ده هي جمانة ويمكن كمان توجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي شفناها بالأمس بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم الإغاثة وأيضا معدات الإنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين وفي حياة الأمر ده بيعكس حاجة واحدة جدا حاجة مهمة وحاجة واحدة بيعكس التزام مصر بدورها التاريخي دورها المحوري في تقديم المساعدات الفورية وكمان المساعدات المتنوعة للأشقاء العرب في حالات الطوارئ وشعورها الدائم بالمسؤولية تجاه كل الشعوب العربية ممكن مش دي أول مرة نشوف مصر دايما بتكون موجودة في صفوف الدول اللي بتقدم المساعدات وبتقدم يد العون للدول العربية في حالة وجود هذه الطوارئ تحديدة بكل تأكيد يعني قلوبنا مع أشقاءنا في ليبيا وفي المغرب ودعوتنا الخالصة أنه ربنا يخفف عن أهلينا في المغرب وليبيا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين وإن شاء الله تمر هذه المحنة في أسرع وقت بنصبح لحضراتكم مرتينة صباح الخير وسعيدة لحضراتكم جميعا صباح الخير يا مصر